السلام عليكم ومرحبا بكم وتتبعين القناة خديجة ام فاتي كانت منا تكونوا بخير وعلى خير قبل لا نبدأوا الفيديو صلوا عن النبي الله ما صلي وسلم على سيدنا محمد على عاليه وأصحابه أجمعين اقتراحي لكم اليوم أخواتي مسمنا معمرا كتجيب حل تعكوص في الفران معمرا إن شاء الله غادي تعجبكم بززافه لكنتوا أول مرة لكم زيارة للقناة لا تنسوا اشتابونوا معي للبارتاج للفيديو ووصلوا لفيديو الأكبر عدد من اللايكات كي تكبر القناة ليا قناتكم طبيعة الحال شكرا لكم كاملين هاد المسمنا اللي كتجي رائعة جدا كتجي بحالها بحال تعكوص إن شاء الله غادي نتجربوها السهلة مهلة اقتصادية وقد توجد في ساعة في ساعة في أقل وقت وتبرو خدكم خديجة وشكرا لكم كاملين ما تزوش لي اللايكات الله يخليكم فضلا منكم وليس أمر كي تشوفوا كتجي غزالة بززاف أنا متأكدة مليون في المية غادي تعجبكم نبشي على طريقة أول مقادر بسم الله على بركات الله هنا غادي نحضروا العجين هو اللوال غادي نجيبو إيناء اللي غادي نديرو في ثلاثة دي الكؤوس ديال الدقيق الأبيض يعني الفورس من النوعية الجيدة ما يعادل 300 جرام ثلاثة ديال الكؤوس ما يعادل الكأس العنبا غادي ندير معهم واحد معلقة ديال الزبدة زبدة مالقارين ديال بوطة عادية غادي ندير واحد جج معلقة صغار ديال السكاسانيدا واللمعيلقة ديال لسل شوية ديال الملح تعديل الضوق والماء من الروبيني يعني ماء عادي أنا هاد الكأس هادا راكي وزن كاس قريبا ونصمي عادي الكأس العنبا ما غاديشي ندخله كامل في العجين غاديش يطمنو شوية العجين خسجي نتماسكه يعني ما هستجي نرتبة أنا غادي غادي نخلطها كنجمحة ما هستجي غادي نديرها بهاش غادي نلفاء في السلوفة او الكيس بلاستيكي فاكا تجينا اسهل الخدمة غادي ندهنف شوية ديال الزيت وغادي نلفاء كيف قلت لكم بالسلوفة او الكيس بلاستيكي ما كتحتاش باش نعجنوها اخواتيكي غا تشوفوا معايا أنا متأكدة ان شاء الله غا تتعجبكم بزف بزفة المسمنة او فطيرة او الطاكوس ديال المسمن كيف ما بغيتو تسميوه سميوه سوف ينخلي عيني جانيب ونبشيوه نحضره والمكورات الاخرى هنا عندي صدر ديال الدجاج كي تشوفوه معايا صدير هكا صدر بالحق كبير غادي نقطعو مربعات اللي هي متوسطة ما هي كبيرة ما هي صغيرة هكا دجاج يكون يعني بيت وليش حاجب يجي نرقب هذك صدر اصلا غادي نتبلو ان شاء الله هنا من بعد ما قطعتو غادي نديرو حد لمعي القا ديال المطارد او الخربل غادي ندير شوية ديال سكنجبير اي زنجبير ممعي القا ديال ابزار اي الفلفل اسود وغادي ندير هذي العطرياء ديال دجاج البنات الليكة جزوينة بزف بزف إلا ما عندكمش ممكن تستغنو عليها هنديرو حد راس معي القا ديال كامون شوية ديال محتع ديال الضوق غادي ندير هنا المايونيز لانه ما توجدش عندي ياغور طبيعي فبحال بحال ما كينش فرق ديرو معي القا ديال المايونيز كي باش يفتالينا هذك الدشاش وغادي نخليه على جانب هنا عندي ثلاثة ديال بطاطات هكا بتوصي لقطعتهم باش غادي نديرهم نقليهم هنا دست ان شاء الله باش نندير باش نطيب هذك الدشاش قدرت شوية ديال الزيت في المقلى يعني شي شوية ديال الزيت 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 البنات عليها حيث غادي عندي به الغراض غادي تشوفوه معي ان شاء الله هنا البنات اخواتير ازلت واحد ميلقة صغيرة ديال بابريكا او الطحميرا يعني هذك اللول لك تشوفو بغيت انا الزيت اللول لانه محتاجه عندي الغراض به الججرة في الساعة في ساكي طيب كنديروا النار عالية باش مطلقش لنا هذك المقلى صافي كننحيدو على جانب وغادي نحتافض بهذه الزيتة حتى نوريكم شنو غادي ندير به هنا عندو زل العجين بعد مرتاح باش غادي نخدموه عجين البنات من اللي كنديروها في السلوفة او الكيس بلاسيكي بحال هكا كتتخدم بوحدة ما كتحتاش ادليك هنا غادي نخدم دابا اول مرة غادي بالزيت فقط هاد العجين غادي نقسمها على ثلاثة اخواتي يعني ثلاثميات قران ثلاثة ديال الكووس تقريبا كل كويرة راه فيها كأس يعني الكأس العنب ديال الدقيق صافي هانتم كيف كتب لكم العجين نخدمها مزيان 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 ما تحاولوش تلقوها بزاف اخواتي خاصة المبتدئات خليها تبقها متماسكا شوية او غادي نديرم هاكا غير بالزيت دبا كنخدمو كيف لاحطو معايا غادي نديرم فاتبصل هادا باش غادي نخلي مغيشي شوية يرتاحوا غادي نغطيهم بالسولوفون خلي مشي شوية يرتاحوا ونضوزون باش نخدموه ان شاء الله في الساعة اخواتي كتوجد هادا بسمنا هادي هنا كيف قلت لكم هنضوزون بسطوها وكان بالزيت غادي مصطوب زيان اخواتي احتى يولي بالليكم سطح العمل نوعا ما باش تجيكم يعني يرقيقها ما تجيش ام طبزة رقوم زيان 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 كيف غا تلاحظو معايا صافي كان بسطوها كبز زيت بدينا بسطح العمل كيف تلاحظو وشوفو سطح العمراء كيبين هنا عاد غادي ندر الزبدة زبدة هاكا ديال البواطة كنختم بها انا كنجبدها من قبل من تلاجه حتى تاخد الحرارة وكندهن هاكا العجين ديالي زبدة تكون بحشك البومات انا قاعد انواع ديال الفطائر هادي هي الطريقة تعتي صافي غادي نتني هادي نسمنات هادي طريقة عادية جدا وكندهن بزبيدة بحال ما هاكا كندير واحد طباقة تقريبا ديال الزبدة باش كتجينا هاديك العجين جينا مورقة صافي وغادي نحطها على جانب ونخدم عوتان الخرى بنفس الطريقة كنتمنى ايروقوا الاعجاب ديالكم الفيديو هادي ديالي وما تنسونيش من اللايكات واشتراكات ديالكم والبغطاج لفيديو اللايخة لكم ونحكول اكبر عداد من اللايكات شكرا لكم كاملين كان بسطة مزيان اخواتي ما تنساوف مزيان مزيان بسطو العجين بجيكم مورقة صافي وكندهنوا في الآخرة بالزبدة كنديروا كيف قلت لكم وحتى طبقة هاكا طبقة لابسة بيها صافي كانتني على شكل ضرف انا ما بغيش نقطع الفيديو باش تشوفوا معايا صافي وكننخدم عوتان واخرى بنفس الطريقة كانتمنى ما نكونش تقيل عليكم اخواتي كان حاول نوصل لكم يعني الفكرة صافي غانتني بحلم هاكا وهون عدنا ثلاثة ديالكوارات فقط احنا كمنهم اللي حطهم هاكا كنغطيهم ومن بعد باش ندودوا نخدمهم ان شاء الله مع بعض من بعد ما مسحت البوتاجي دابا جبت اللاطة اللي غندير الفران فران نشع عليها دابا غادي ندير ورق ديال طبخ وغادي نحط اللولا ديكوار اللولا اللي بسطنا وغادي نطلقها اخواتي كيتها تلاحظوا معايا غادي نطلقها بحال ما هاكا العجينة كتبلكم هاكا بقطعة راح ارققتها بزف 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 رققتها اخواتي هاكا الشيء اللي جاءتني هذيك اللي بسمنا جاءتني رائعة جدا كنحطوا عوتاني الخرام فوق منها وكنطلقها احتهية بحالة طريقة كيتها تلاحظوا معايا راح فيه سافي ساكا توجد ما كديشكم الوقت نهائيا اقتصاديا كنجيب الخرام هاد اللي جبتها لبنات الخرام شوف كيفاش غا ندير لها باش ما تجينيش العاجين من الفوق مطبزة بزف هانتوما يعني اتنيتها من هنا ومن هنا وهدك الجهة الخرام خليتهم يعني باش ما تجينيش يعني مطبزة بزف من الفوق هنا انا ما تواجد عندي صوص شنيار ولا صوص دي الاندلس تواجد عندي المايونيز والكيتشوب كيتخلطوان بعدها كيعجبوني وولادي كيعجبهم درت كيميا من المايونيز والكيتشوب وخلطوان مع بعض ودرتهم من تحت كطابقة سافي غادي نجيبو الفريت اللي قليت ولا ممكن ديرو فالفران انو ابغيتوش تقليو اتفادو الزيت انا راني قليتو سافي وغادي نجيب الجاش اللي طيبنا وغادي نوزعو بحالة طريقة ونحاول نجمع باش كتجين هديك مسيمنا مربعة وغادي نجيب شوية الزيتون اللي عندكم اخواتي ممكن ديرو انا درت الزيتون طوما لما بغيتوش بغيتو تفاداو تفاداوه لكم الخطيئة غادي ندير الكيتشوب من الفوق باش يجيونا فازقين شوية ما يجيونا شناشفة هنا غادي ندير واحد جوج ديال القطع ديال الجبن او الفرماج ما دواجش عندي الفرماج لصندويشات حتى هدا كيجيوزين اخواتي كيجي معلك يعني ما كينش فرقة كيجوزت قريبا بحال 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 اينا عندكم الفرماج لصندويشات ديرو اخواتي ما عندكمش كتافي وغير بهذا ونتني نرجع عاو تاني تني بنفس الطريقة كي بدرنا على الول هانتو بشوف العجيره رقيق اخواتي بزف بزف غا نتنيع لهم بحال ما هاكا حاو نجمع العجين كيتا تشوفوا معايا ونغطيها بحال ما هاكا اللفها او اللمطها مزيين صافي كيتا تلاحظوا معايا صافي غادي ندير هاكا ونجمعهم هنا صافي ها هي جمعات لي هنا هنه غادي هات زوية تعلش قلت لكم عندي بالغارات باش ندهنها من الفوق لانه هادا كاللوين تيجي نزوين فدمسي من هادي او الفطائر اللي كان نديره كي يعطينا واحد اللون اللي هو رائع تيجي تهابي ومن بعد رغان ندير لعوتين الصوس اللي غادي ندمجوا مع بضيته وغادي ندهنها عود غادي طلاء تبعو خدكم خاديرة غادي تشوفو فكا جزوينة بزاف غادي ندير الفرن شعال عليها من التحت ولكن قبل ما ندها غادي نجيب واحد العود ونطوكو هاكا باش ما تتفرقعش لينا وحدة طقوب اربعة طقوب او خمسة هاكا دال الفرن شعال فقط من الاسفن حتى نحسو بها تحمرتها هاديتا تتقريبا تحمرت وشعرت لي بالفوق شوية بحال ان شفاثينا ودارت عاد جدا بغا ندير لات الصوس هذا دارت معي القاة دي المايونيز ومعي القاة دي الكيتشوب اللي خلطتهم مع بضيتهم وغادي ندهل لها وجه ديالها ممكن تفاداو ايلا ما بغيتو او شو لما عندكمش بلاش ولكن صدقوني تيجيزوين بزاف هاد الصوس اللي خلطنا دي المايونيز معا الكيتشوب فاكا يجي رائع جدا ومن بعد غادي نديرو الفرماج الحمر من الفوق ممكن ما تديرو حتي شي حاجة من هاد شي كامل تخلو غادي كزويته اللي يدهن بها فاكا جيت هاي اللون ديال مذهب وكا جزوين عندكم احاولوا تفنوا الياره كجيزوينة وكالتنفخ اصلا هنه دينا هالفران طابط لينا وحبطها لتحت خطات اللون هكا هالدهبي وخرجها من الفران وغادي نقطع معكم اخوتي تشوفوا معايا كجي رائع جدا كتقرمشوا مرقة غادي تعجبكم باذن الله كم قدموها مع ذيك الباقية من الفريت مع المايونيز والكيتشوب اللي يدمشوا مع بعض كنتمنى تعجبكم وصفة اليوم وتوصلوا الفيديو الاكبر عداد من اللايكات شكرا لكم كاملين موعدون الفيديو القادم باذن الله والسلام عليكم